بمزرعة حمدون قويدر بقرية عين تاسة تبع إداريا لبلدية عين الكرمى بضائرة بوتليليس لا تزال 128 عائلة محرومة من مشاريع التنمية والأكثر من ذلك هنا تنعدم أبسط شروط الحياة الكريمة مشكلة الكبيرة التي تحدثنا هنا هي مشكلة على الطريق الطريق، الكليراج، الجاردان، عديرو جاردان هنا هذه اللي ديجا فيها البوتو، فيها اللونبولا لا يوجد ضوما على مكان، لا يوجد شفاية لها أموالان قارات القاولي مازال عايشين والانقارات القاولي كان يقرس فيهم الحلوف نحن رأينا مزرعة حمدون قويدر، لا يوجد عاصمة تابعين لها في الليل الحاشة أخوية تجي الدور هنا الكلاب بض ما يخرج، تا كبير وما تخرج تا كبير وما تخرج، مكان لها كليراج، لاهوالو هذه المنطقة من السياحية ومن الطلبوع للخدمة يقول لك مكاشر الخدمة السكان يطالبون بإطلاق مشاريع قاعدية، ظلت للسنوات النائمة مطلبهم الوحيد هو أن يخصهم والي وهران بزيارة نطلب من سيدة الوالي يزورنا في أقرب وقت وكي يحلنا هذه المشاكل التوعنات على السكاني والخدمة والمشاكل عامة الطريق، السلماء، الضو، البيطالة، هذه البلدية ما استفدنا منها ولو نطلب من سيد الوالي يشوفينا ويضرب علينا دوره هنا شوف كيف حالتنا كيف رانا دايرين اتصلنا برئيس بلدية عين الكرمة لكي نطرح عليه انشغالات سكان قرية عين تاسا إلا أنه تعذر علينا ذلك بحجة أنه غائب كان معكم العريش عبدالقادر من أمام مقر بلدية عين الكرمة لقناة الشروق